أنهت البرصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدعومة بمشتريات للمستثمرين الأجانب بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب للبيع هذا وقد سجل رأس المال السوقي مستوى 788 مليارات و300 مليون جنيه وذلك وسط تدولات بلغت نحو 3 مليارات وتسمائة مليون جنيه أما على صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر EGX 30 بنسبة 32% ليغلق عند مستوى 10973 نقطة كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة 160% ليغلق عند مستوى 1024 نقطة كما صعد مؤشر EGX 100 بنسبة 61% ليغلق عند مستوى 2894 نقطة